مرحباً لحبات الكلام وصلنا إلى الجزء الثاني في حوار مع الطبيب باللغة الإنجليسية عشر عبارات إنجليسية جديدة سوف نتعلمها فقط في أربع دقائق لذا ركز معي جيداً الآن اضغط على عجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تصل لك جميع الدروس حين نشرها أما الدروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربح الوسط هيا لنبدأ أشعر أحياناً بألم في البطن حاول الآن كتابة هذه العبارة في كل رأسك باستخدام القلم والدفتر وأيضاً كرر هذه العبارة بصوت مرتفع خمس مرات حتى تلقنها أحياناً 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 ضامطه الأنم جميلة الثالثى كثيرت على المهار الاقتنان الحال لوالبکون الرقم نرى ان يجلق ان يجلق releases سوف أعطيك حبوب أدوية هل تشعر بالألم؟ نعم كررها خمس مرات باللفظ الصحيح بصوت مرتفع حتى تضطنها بشكل جديد ولا تنسى كتابتها في كل راسك هذا I am giving a prescription for the pharmacy سوف أعطيك وصفة طبية للصيدلية I am giving a prescription for the pharmacy What's your emergency؟ ما هي حالتك الطالقة؟ What's your emergency؟ الجملة الأخيرة درجة حرارة and she hasn't eaten in three days ولم تأكل من ثلاثة أيام فلنقرأها معا My daughter has a very high fever and she hasn't eaten in three days ممتاز شكرا لكم على المتابعة انتظرونا في الحلقة القادمة مع جزء الثالث من هذا الحوار المميز باللغة الإنجليزية شكرا لكم اشتركوا معنا في القناة واضغطوا على عجاب وشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائكم إلى اللقاء